سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب أخواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة التمرين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين نبدأ تراين في الوصف فتح القدمين لف الجد على اليمين 4 عدى ولليسار 4 عدى تمرين مع بعض تمرين يبتد 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 then من الوقوف تمرين أمام جم أمام تحت نبدأ التمرين مع بعض وحد ني ثلاث أرب أمام جم أمام تحت وحد ني ثلاث أرب وحد ني ثلاث أرب وحد ني ثلاث أرب ني نوضع الوقوف نضرنا ثابات الوسط ننتقى قطوة للمين ثم العودة للمتصب ثم ننتقى قطوة للمساء العودة للمتصب التمرين باستمرار التمرين يبتد واحد اثنين ثلاث أرب واحد ثلاث أرب واحد ثلاث أرب واحد ثلاث أرب واحد، اثنين، ثلاثة، فر من الوقوف فتح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط والضراع اليسرى فوق الرأس الرافع الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار تمرين ابتدي واحد، اثنين، ثلاثة، فرق واحد، اثنين، ثلاثة اربع، واحد، اثنين، ثلاثة اربع، واحد، اثنين، ثلاثة اربع، واحد، اثنين، ثلاثة اربع، واحد، اثنين، ثلاثة اربع السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم للصف الثاني متوسط الفصل الدراسي الأول لازلنا في الوحدة الثالثة الفصل السادس الدرس أعضاء الجهاز الهضمي كلمنا أن الفصل السادس يتكون من درسين هما الجهاز الهضمي والمواد الغذائية والدرس الثاني جهاز التنفس والإخراج ولازلنا في الدرس الأول نراجع سويا على السريع ما هي الأهداف والأهمية من ذلك الدرس الأهداف تحديد أعضاء الهضم ودور كل منها تمييز بين الهضم الميكانيكي والكيميائي التفسير لتحقق الاتزان الداخلي داخل عمليات الهضم التعرف على أهمية مجموعات الغذاء الستة تفسير العلاقة بين الوجبات والصحة الأهمية توفير عمليات الهضم التي تحدث في الجهاز الهضمي تساعد معرفة المواد الغذائية على اختيار وجبات صحية مناسبة لأجزامنا مراجعة المفردات البكتيريا هي مخلوقات حية وحيدة الخلية تخلو من العضيات الجزيء أصغر جزء من المادة يحمل صفاتها وهو يتكون من ذرة أو أكثر المفردات الجديدة المواد الغذائية الأنزيم الحركة الدودية والكايموس جميعها تعرفنا عليها في الحصص الماضية اليوم بإذن الله سوف نتعرف على الخملات والأحماض الأمينية والكربوهايدرات والفيتامينات والأملاح المعدنية توقفنا عند نشاطنا المنزلي وضح أو وضحي ماذا سيحدث للهضم الميكانيكي والكيميائي لو فقد الإنسان جزءاً كبيراً من المعدة كما تعلمون أن هناك بعض الأشخاص يضطرون إلى استئصال جزء من المعدة إما لظروف صحية أو أمراض قد أصابت هذه المعدة ويضطرون بالعمليات الجراحية استئصال جزء منها ما الذي سيحدث لعمليات الهضم الكيميائية والميكانيكية في المعدة؟ يا ترى ما هي إجاباتكم لذلك النشاط؟ أحسنتم هذه جزء استئصل من المعدة لاحظوا جزء منها تم استئصاله عندما يتم استئصال جزء من المعدة سينخفض معدل الهضم الميكانيكي اللي هي الحركة الدودية داخل المعدة الانقباض والانبصاد للعضلات الملساء الموجودة في المعدة وينخفض أيضا معدل هضمين البروتينات لأن حجم المعدة أصبح أصغر مما كان عليه لذلك سينخفض الهضم الميكانيكي خاصة في البروتينات لأن البروتينات سيتم هضمها في المعدة تعرفنا في الحصة الماضية على ثلاثة أجزاء رئيسية في الجهاز الهضمي تبدأ بالفم والمريء والمعيدة نريد أن نكمل اليوم بإذن الله بقية أعضاء الجهاز الهضمي كما تعلمون أن الجهاز الهضمي يتكون من جزئين القناة الهضمية والأعضاء الملحقة ذكرنا أن الأعضاء الملحقة دورها مساعدة في تحليل الطعام أو الغذاء بينما القناة الهضمية هي التي يقوم فيها أو يتم فيها عمليات الهضم القناة الهضمية تبدأ بالفم والمريء والمعدة والأمعاد الدقيقة والأمعاد الغليظة وهي سوف نتطرق لها اليوم بإذن الله أما الأعضاء الملحقة فهي الأسنان واللسان والغدد اللعابية تعرفنا عليها في الحصة الماضية وما دورها الكبد والحويصلة الصفراء والبنكرياس سنرى اليوم بإذن الله ما دورها وبأي عضم سوف تقوم بإفراز أنزيماتها رابعا الأمعاء الدقيقة ما هي الأمعاء الدقيقة كما تشاهدون في هذه الصورة هي أنبوب عضلي هذا الجزء الداخلي وليس هنا تمام؟ هذا الجزء الملتوي ذو الإنثناءات هو أنبوب عضلي ملتوي يتراوح طولها ما بين 4 إلى 7 متر وذكرنا أن القناة الهضمية لو مدت طويلة جدا وأكبر جزء منها هو في الأمعاء الدقيقة لماذا هذا الطول تحديدا ولماذا هذه الالتواءات سنرى اليوم بإذن الله أهمية ذلك يمتاز جدارها بإنثناءات إصبعية تسمى الخملات ظهر المصطلح هنا الخملات التي تعمل على زيادة مساحة سطحها ما هي الخملات؟ هذه هي الأمبوب الملتوي هي عبارة من الداخل عن إنثناءات داخلية تساعد في زيادة مساحة الانتصاص هذا شكل الجدار من داخل الأمعاء الدقيقة عبارة عن إنثناءات إصبعية الشكل كأنها إصبع تبطن جدار الأمعاء الدقيقة على ماذا تحتوي؟ تحتوي على مجموعة من الأوعية الدموية واللمفية ما هي الأوعية الدموية؟ وريد، شريان، شعيرات دموية ما هي الأوعية اللنفية؟ نحن قلنا الأوعية اللنفية المساعدة من جهاز الدوران ما همية ذلك؟ هنا يتم عمليات الانتصاص تزيد مساحة سطح الأمعاء مما يزيد من عملية الانتصاص وبالتالي دور الأمعاء الدقيقة الانتصاص للمواد الغذائية اللازمة لجسم الإنسان شاهدوا معي هذا الشكل الموجود في صفحة 165 هذا جدار الأنبوب اللي هو الأمعاء الدقيقة من الداخل لو تلاحظون انثناءات بروز موجود حينما نكبر هذه الانثناءات ستظهر لنا كأنها إصبع هذا الإصبع يتكون من لاحظوا وريد وشريان الأزرق دائما نقلنا عليه وريد ثم بعد ذلك يوجد مجموعة من الشعيرات الدموية التي هي تقوم بعمليات الترشيح لأننا نقلنا شعيرات الدموية خلية واحدة يتم ترشيح المواد فيما بينها وهذا كله يسمى خملة واحدة خملة مجموعة خملات شكل أربعة تبطن مئات الآلاف من الخملات الأمعاء الدقيقة لو مدت هذه الخملات على مساحة ملعب كرة تينيس كان غطتها بالكامل هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أبدع في صنعه أو أتقن صنعنا بأجمل صورة سؤال ماذا يحدث لو لوزن شخص ما لو قل عدد الخملات في أمعاه الدقيقة بشكل كبير ولماذا يا ترى ما الذي سيحدث للأمعاء ما الذي سيحدث لجسم الإنسان لو فقد جزء من الأمعاء يا ترى أو تلك الخملات ولماذا سؤال للتفكير سويا سيفقد الشخص جزءا من وزنه لأنه لا يستطيع امتصاص كميات كبيرة من المواد الغذائية إذا أنا ما أخدت كمياتي التي أحتاجها من الغذاء لجسمي لن يكون هناك أي نمو في الجسم وبالتالي سيفقد الشخص جزءا كبيرا من وزنه لقلة صدح الأمعاء تتكون من ماذا الأمعاء الدقيقة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية الجزء الأول منها على شكل حرف سي تمام؟ هذا يسمى الاثنى عشر هو المرتبط مباشرة بنهاية المعدة تمام؟ بعد ذلك يبدأ هنا المعي أو المعاء الأوسط ويسمى المعي الصائم الذي لا يتم فيه أي عملية لا امتصاص ولا هضم ولا غيره لذلك يسمى صائم ثم بعد ذلك الجزء الأسفل هو المعي أو المعاء اللفائفي أو الملتف لأنها ملتوية بشكل كبير في الأثنى عشر هو الذي يتم فيه عمليات الهضم كاملة الأوسط لا يحدث فيه عمليات هضم ولا أي عملية من عمليات الحيوية في الجهاز الهضمي بينما السفلي يتم فيه عمليات الامتصاص لماذا؟ لأنه هو مرتصل بالأمعاء الغليظة فقبل لا يروح للنهاية لا بد أن تتم عملية الامتصاص بالكامل طيب ما نوع العمليات التي تحدث في الأمعاء الدقيقة كأي عضو أخذناه سابقا نريد أن نرى ما هي العمليات التي تحدث في كل عضو بالنسبة للأمعاء الدقيقة احنا تعرفنا أنه في عندنا هضمين صح؟ هضم ميكانيكي وهضم كيميائي إذن موجود النوعين هضم كيميائي وهضم ميكانيكي لكن أنا تارك هنا فراغ يقصد به عملية أخرى ما هي؟ قبل قليل ذكرنا أن الأمعاء دورها الدقيقة دورها ماذا؟ الامتصاص إذن هنا توجد عملية ثالثة هي الامتصاص دعونا نشاهد بالتفصيل أين الهضم وأين الامتصاص الهضم الكيميائي سيتم في الاثنى عشر اللي هو حرف سي المتصل بالمعدة مباشرة سيصب فيها العصارة الصفراوية القادمة ممن؟ من الكبد تقوم بتحليل الدهون وتحويلها إلى جزيئات أبسط يمكن استخدامها ثم تعمل العصارة الهاضمة القادمة من البنكرياس إلى تحليل جزيئات الكربوهيدرات والبروتينات وبالتالي هنا تم عملية الهضم بالكامل هضمنا الدهون وهضمنا الكربوهيدرات والبروتينات إذن هنا تحللت بالكامل ثم بعد ذلك تنتقل من المعي الصائم إلى المعي أو الأمعاء السفلية يتم هنا عملية الامتصاص بعد ما هضمناها وحللناها وخلاص صارت جاهزة يبدأ ينتقل هذا الغذاء إلى الشعيرات الدموية الموجودة في الخملات التي تبطن جدار أحسنتم الأمعاء ثم ينتقل بالترشيح بين الشعيرات إلى الدم ثم تنقل إلى الجميع الخلايا حسب الاحتياج آخر شيء تمت عملية الهضم وتمت الامتصاص عن أين سيذهب المتبقي من خلال دفع بقايا الطعام والفضلات تنتقل عن طريق عمليات الانقباض لتلك العضلات الموجودة وتبطن الأمعاء الدقيقة تنتقل إلى الأمعاء الغليظة ونسميها حركة دودية طيب خلاصة ما ذكرناه بالحصة الماضية والآن الطعام يمر بثلاث مراحل تحليل واحد في الفم يكون هناك تحليل للكربوهيدرات وفي المعدة يبدأ تحليل البروتينات بينما في الأمعاء الدقيقة يكتمل هضم وتحليل جميع المواد الغذائية سواء كانت دهون أو كربوهيدرات أو بروتينات إذن من الذي يقوم بعملية الهضم كاملة الأمعاء الأمعاء الدقيقة هي مصدر اكتمال الهضم ذكرنا قبل قليل أن الهضم الميكانيكي كان يعتمد واعتماده الكل على العصارات والأنزيمات التي تأتي من الكبد والمنكرياس إذن هذه الأنزيمات ذكرناها في الحصص الماضية في المناعة والمرض أنها حمضية بالتالي ستكون الأمعاء بيئة حمضية هل سيتم بقاء الأمعاء الدقيقة يا ترى بيئة حمضية كالمعدة نحن عارفين في الأحماض والقواعد تطرقنا أن المعدة هي حمض بالكامل فهي بيئة حمضية لوجود حمض الهيدروكلوريك هل الأمعاء ستظل كما المعدة بيئة حمضية يا ترى دعونا نشاهد هذه العصارة الصفراوية جاية من الكبد شوفوا هذا مكان الكبد هذه الكبد تمام وهذه العصارة الصفراوية ستصب هي مكتوبة أنزيم سيصب معها بجنبها من هذا بن كرياس بن كرياس أيضا سيصب العصارة هنا عصارتان جميعهما تصب في الأمعاء إذن هي حمضية لكن هل سيتم الأفراز مستمر لا طبعا إذن العصارة الهاضمة التي يفرزها البن كرياس تحتوي أيضا على بيكربونات لماذا هل بيكربونات تحديدا هل تتذكرون في حصة الأحماض والقواعد قلنا عشان يتم المعادلة للمادة الحمضية نضع مادة قاعدية فأخذنا مثال عليه بيكربونات الصوديوم فالبيكربونات ستعاد الحموضة الطعام أو العصارات الموجودة في الأمعاء أيضا البن كرياس يفرز ليس بقط البيكربونات وغير الهرمون أو العصارة الهاضمة أيضا يفرز هرمون آخر اللي هو متعلق بالأنسولين الذي يعمل على تنظيم السكر في الدم خامسا الأمعاء الغليظة هي قناة عضلية يبلغ طولها متر ونصف بدأ يقصر نحن في الأمعاء الدقيقة قلنا كان من أربعة إلى سبعة صح؟ بينما الأمعاء الغليظة متر ونصف تمام تتألف من عدة أجزاء هذا هو هذه الأمعاء الغليظة لاحظوا معي أول واحد الأعور والذي يتصل به الزاعدة الدودية ثم بعد ذلك القولون ويتكون القولون من صاعد ومتوسط وهابط ثم نهاية يبدأ نهايته المستقيم هنا وآخر شي فتحة الشرج طيب ما نوع العمليات التي ستحدث في الأمعاء الغليظة؟ احنا قلنا اكتمل العملية الهضم كاملة في الأمعاء الدقيقة إذن ماذا سيكون دور الأمعاء الغليظة؟ هل لن يكون لها دور؟ لا بالتأكيد لها دور ما هو دورها؟ يحدث في الأمعاء الغليظة امتصاص وأيضا يتم فيها تخلص من الفضلات لأننا قلنا في نهايتها موجود ماذا؟ موجود مستقيم وفتحة الشرج فبالتالي لا بد أن يكون هناك تخلص من الفضلات لماذا يتم امتصاص الماء تحديدا؟ ما قلنا عملية امتصاص عامة زي لمعات دقيقة قلنا تحديدا تمتصاص الماء لأن الماء ضروري للجسم وبالتالي حينما أخذ الماء أعمل على الاتزان الداخلي هذا أحد الأهداف في الدرس كيف نعرف ما أهمية الامتصاص التي تقوم بعملية الاتزان التخلص من الفضلات سيتم تخلص من بقايا الطعام الصلبة عن طريق الحركة في انقباضات وانبساطات العضلات الملساء المبطنة لجدار الأمعى تخرج الفضلات الصلبة إلى خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج كما تشاهدون وصلت للنهاية ثم بدأت تخرج كفضلات صلبة نحن بالبداية في المناعة والمرض ذكرنا أنه من أحد العناصر للمسببات الأمراض البكتيريا ولكن ليست البكتيريا دائما ضارة لأن تذكرون ذكرنا هذه البكتيريا الضارة ولكن هناك بكتيرية نافعة أين ستكون هناك أنواع كثيرة من البكتيريا النافعة ممكن في الفم وأيضا في الأمعى نريد أن نعرف ما دور تحديدا البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعى تقوم بتصنيع عدة فتامينات مهمة ما هذه الفتامينات؟ فتامين كاف مهم في تجلط الدم أو تخثر الدم وأيضا فتامين باع ويوجد منه نوعين النياسين والثيامين هذان الفتاميناين مهمان لدور الجهاز العصبي سنرى بإذن الله في الترم الثاني تركيب الجهاز العصبي ويعتمد على مواد كيميائية وفتامينات محددة حتى يقوم بعمله الصحيح ومن ضمنها اللي هو فتامين باع ليس فقط تكوين الفتامينات أيضا لها دور في تحول الصبغة العصارة الصفرائية إلى مركبات جديدة تستفيد من جميع ما هو موجود في الجسم فتحول هذه العصارة الصفراوية الصبغة نفسها إلى مركبات جديدة مفيدة للجسم أيضا تنتج الغازات عن عمليات تحطيم المواد الموجودة في الأمعاء هذا هو دور الأمعاء البكتيريا في الأمعاء الغليظة واجبنا المنزلي في الكتاب صفحة 166 لدينا الربط مع الصحة تكيفت أنواع البكتيريا التي تعيش في الأمعاء الغليظة عشان تفيدنا مع البيئة المحيطة صف أو صفي ماذا سيحدث للبكتيريا إذا تغيرت البيئة المحيطة؟ وكيف سيؤثر ذلك على الأمعاء الغليظة تحديدا؟ أتمنى أنكم تستمتعوا في حل هذا النشاط ونراكم بإذن الله في الحصة القادمة شكرا لكم فأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 سまたقره بالجانب من 장بال أي عمره ويف يحصل على فتح ِي عمله إلى زواج المتابعة نكو... لديه الثقر هنا كان لديه كهلا في المتابعة في المتابعة الجميع سواء my prey لديه لديه جزء وأío كان لديه البات المتوسط نARY الثاني لسões نفسها 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 Ne إلا نفسها 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 و رسالة تسارة رسالة نفسها و مثلا وآخر بأنه تشرفين لغاية نحو مختلفة المتحدة نحو أن تستخدم رفع النفسية ماذا تفعل نفع؟ نحو مختلفة ستشرفين وحاو ممتلكتين المتحدة فلح أدعو مقفل عدد بأنه تشرفين but anything I can use it in the question and the negative form negative sentence do you have anything you can't say nothing do you have anything the answer will be I didn't have anything I have to use not in the sentence to use anything good we will do some exercises here before starting listening and pronunciation that could help us to get in our lesson listening and pronunciation now look at this report this report will help you and next lessons and in this lesson as we have a report okay we have a witness report we will listen to the same but before you have to fill the gaps here with the correct form of verbs as you know reports we have to use the past form for these reports because we are talking about something happened in the past like the accident that we talked about last time okay now look at the first three gaps we will answer them or four gaps and then you will complete them by yourself but before look at this picture who do you think this guy he will be the witness of an accident okay and what is his name do you know yes we have a sign or signature here for him Ryan Michael okay that's his name okay good now let's read his report I what should I use instead of P here helping verb but it should be in the past so I I come with was okay come with was okay I was I was across the road and I see how can I use it in the past form we have to write it like this so I saw what happened as I said memorize the how the irregular verbs in your books okay the young man in the car not see we have negative form here so we have to use auxiliary verb okay what is it do you remember didn't okay see now do you remember that we have to put the verb in the past form when we have negative form with the helping verb did okay so it's necessary to put the verb in the base form the first use of the verb not like the one we have before that that what the last rule we talked about there be there was no or there where we have to say now and after the form here it's a stop sign it's singular so that there was that there was good okay now a stop sign on the corner because he was on his cell phone that's the reason do you remember he was surprised when the truck hit him what do you think what do you think of this verb hit it's a regular verb so I have to write it the same because it doesn't change to another form of the verb as it is irregular okay so I have to write it like this so to remember remember the irregular verbs at the end of your box okay now good we have answered four gaps here I want you to complete these gaps by yourself at home try to put the correct form of the verbs okay let's move to another exercise I have here related to the same role okay write your answers use a go then share answers with a partner okay or with a friend or a member of your family okay look at the word I use it at the beginning of my question when when did when did you last read a good book when did you last read a good book look at the answer I need a time okay I lost read a good book two weeks ago so that's that use of adverb I go I have time specific time before okay good let's do the first exercise here when did you last see a good exhibit when did you last see a good exhibit okay what's the answer will be okay someone will say I good I lost see or I lost see last so good because I have a question the past form I lost so a good exhibit yes give me any suggestion you have two months ago good someone will say two months ago good someone will say ago I go I used the adverb ago two months ago in Riyadh city good what about the next one when did you first use a computer okay what will you see I okay first use a computer okay 20 years 20 years ago good 20 years ago nice now please complete these two exercise by yourself try to find yourself if you get the idea of this rule and understand it well okay next exercise talking about the pronouns the use of someone no one nothing or anything let's guess the answer of these gaps or the correct answer let me read with you the first one I was there but I didn't see what do you think think or people people I didn't see or any oh you could say yeah things okay I was there but I didn't see can I say someone I have negative form okay can I say no one I have negative form okay can I say no one I have negative form no because I have negative form nothing I didn't see nothing I didn't see nothing it could be okay or anything anything yes as I have negative form here anything I didn't say anything as we said last time anything comes with the negative form okay nothing or no one it can be coming with them with the with not in the sentence okay 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 number two can't say that I didn't try I worked hard you have to understand the form well that will help you to decide which one is correct so understanding the form or the speech here is very important okay you know the use of these pronouns but also you have to understand the form or the speech here is very important okay you know the use of these pronouns but also you have to understand the form or the speech here is very important okay you know the use of these pronouns but also you have to understand the form or the speech here is very important okay you know the use of these pronouns but also you have to understand the form or the speech here is very important okay you know the use of these pronouns what you are reading okay so can say that I didn't try I worked hard which one do you think when we say say can say that means people people who can speak okay so can I use someone or no one here yeah as I said I have to understand the statement here clearly okay so that will help me to decide which one I will say no no one no one can say that I didn't try I worked hard yeah so that's the answer no one okay number three can gap please help me can clear things can't help me okay people can help me okay so I can use can someone please help me can someone please help me good good now please complete the three remaining three we have here number four five and six okay it's it's going to be easier when you understand the statement okay I could read them for you why are you angry I I did thing okay not people here I'm surprised head the loud crash okay here hearing so people something refer to people not two things okay the children are poor because there is to do here okay I think it's about things okay so remember that someone and no one used for people nothing and anything used for things good now let's move to the idea of listening before listening I want to focus that we have two speakers first one called Harry Skinner and second one called Jill Black they will speak and give us their reports about an accident okay we will hear what did this say okay and their point of view about the the accident okay so let's read these these hints here we have okay to help you to understand the audio that you will listen to number one for Harry Skinner you will decide if it is a true or false if it is yes or no the light was green for the track is it yes or no number two the truck hit the bus yes or no the same here no one no one was injured and no one was injured and number four in the end everyone was injured and number four in the end everyone was okay good good Jill Black maybe could say that it's true the light was green for the truck yeah the same the truck hit the bus is it yes or no no one was injured and last one in the end Jill is worried is it yes or no listen together page 59 for listening answer yes or no about the accident Harry Skinner's report it was just before noon I was in the cafe I saw the truck coming the truck driver was looking at the street numbers I guess he was in a hurry to deliver something in his truck the light was red but the truck driver didn't stop the truck hit the back of the school bus I was really worried because of those kids but no one was hurt the kids in the bus were upset about the accident they wanted to go home for lunch but everyone needed to wait for a police officer to come and make a report so the truck driver took them all into the cafe and paid for their lunch it had a happy ending Jill Black's report the light was green for the truck I know this because I was at the corner crossing the street the bus driver just stopped right in the middle of the street the truck driver didn't know that the bus was going to stop so suddenly so he hit the back of the bus those bus drivers those bus drivers are crazy I'm surprised no one was hurt and I'm scared to put my little boy on the school bus okay now what do you think Harry Skinner what do you think who did the mistake of the accident bus driver or truck driver yeah okay we will see number one the light was green for the truck did Harry Skinner say that did he say that the light was green for the truck someone will say no yes good so he said that it was it was red not green okay it was red so truck driver should stop at the red light or a traffic light so he mentioned that the truck driver make the mistake of the accident okay let's move to two the truck hit the bus absolutely he did yeah the truck hit the bus so yes as he said number three no one was injured do you think he said that someone injured in this that accident no yeah so no one injured yeah so no one injured yeah so we will say yes no one injured okay number four in the end everyone was okay everyone was okay do you think it's true here yeah it's a happy ending okay so while they went to a restaurant and have lunch or had lunch there okay so it's yes yes okay good what about the gel black what do you think gel black the light was green for the truck did she say that yes see she said that yes the traffic light was green so the truck driver is in his correct way so maybe the mistake came from the bus driver okay as she said the bus drivers are crazy okay the truck hit the bus yes it's the same here yeah okay what about no one was injured also the same fortunately no one was injured okay so yes okay in the end do you think gel was worried what did she say what did she say at the end of this of his report she worried about her kids okay because of the bus drivers they are crazy okay so yes the angel is or was worried okay good now do you remember some words in this audio about the feelings yeah i'll repeat the audio to hear it again okay please focus and give me the feelings or feeling words nine four listening answer yes or no about the accident harry skinner's report it was just before noon i was in the cafe i saw the truck coming the truck driver was looking at the street numbers i guess he was in a hurry to deliver something in his truck the light was red but the truck driver didn't stop the truck hit the truck hit the back of the school bus i was really worried because of those kids but no one was hurt the kids in the bus were upset about the accident they wanted to go home for lunch but everyone needed to wait for a police officer to come and make a report so the truck driver took them all into the cafe and paid for their lunch it had a happy ending jill black's report jill black's report the light was green for the truck i know this because i was at the corner crossing the street the bus driver just stopped right in the middle of the street the truck driver didn't know that the bus was going to stop so suddenly so he hit the back of the bus those bus drivers are crazy i'm surprised no one was hurt and i'm scared to put my little boy on the school bus okay now what are the words of feeling mentioned by harry skinner like what he mentioned happy the word happy okay also he mentioned the word poor okay good what about jill black jill black jill black she said surprised okay and also she said worried good don't forget this word uh we learned them in this unit okay last idea we have today pronunciation how to pronounce h okay listen carefully to uh to these uh examples i have here for the uh pronunciation of h page 59 five pronunciation listen to the h sound then practice i'm happy for you are you hurt is he hungry okay good please practice with me i'm happy for you okay are you hurt hurt good is he hungry is he hungry good now that's the pronunciation of letter h in words here i have okay uh please is in your workbook page 117 you have exercise here um you will work as a witness and you will write a report um about this accident you can use uh these helping uh points here written for you um try to make a simple report uh by yourself uh it will help you uh it will help you to write uh more and more correctly okay now uh you can use these uh pictures uh to help you uh it's clear that where is the mistake happened okay now that's our lesson for today thank you all for joining our lesson of listening i wish you to listen more and more because it's very important uh to help you to improve other skills uh thank you all i wish you a have a beautiful day uh um 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 اشتركوا في القناة 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 من ضمن اهداف هذا الدرس سوف نوجد الجزء وكيف نوجد النسبة المئوية وكيف نوجد الكل اما هذا فسيكون موعدنا معه يوم غد باذن الله حتى نتعرف على المعادلة المئوية ونكتشف انها ليست بجديدة سنسترجع معا شيئا مما اخذناه في الدروس السابقة تذكرون في درسنا تقدير النسبة المئوية عندما كان يأتي السؤال اوجد 49% من 160 تذكرون 49% من 160 كيف كيف كنا نوجده كان الدرس؟ نعم عن التقدير كنا نتعامل بالتقدير فكنا نوجد هذه النسبة مقدرة يعطيني إياها النسبة المئوية ثم يعطيني العدد الكلي فيقول ما 49% من 160 فكأنه يعطيني النسبة ويعطيني العدد الكلي إذن ماذا كنا نوجد؟ كنا نوجد العدد أو القيمة التي تمثل هذه النسبة من هذا العدد كانت تلك هي الجزء انتبهتم معي عندما كان يقول ما 49% أو أوجد 49% من 160 هذا يعني أنه كان يطلب من الجزء الذي يمثل هذه النسبة من الكل طبعا كنا نوجد ذلك بالتقدير حيث كنا نقدر هذه القيم اعتمادا على إيجاد أعداد متناغمة كذلك كانت الفكرة الثانية من ذلك الدرس درس تقدير النسبة أن يقول أوجد النسبة المئوية لستة من خمسة وثلاثين لاحظوا معي أوجد النسبة المئوية لستة من خمسة وثلاثين إذن كان يعطيني ماذا؟ كان يعطيني العدد الأول من العدد الثاني ويطلب من نسبة التي يمثلها هذا العدد من هذا العدد فكنت أقول لكم نضع كسر بسطه العدد الأول ومقامه العدد الثاني تذكرون ذلك الكلام؟ العدد الأول هو الجزء والعدد الثاني هو الكل ولذلك كنا نحسبها فنقول الجزء على الكل ماذا كان يعطيني ذلك؟ أحسنتم كان يعطيني نون تذكرون ما هي نون؟ كانت عبارة عن كسر وذلك الكسر كنا نبحث عنه القيمة التي تكافئه من النسبة المئوية تعالوا نتذكر أليست هذه العلاقة؟ سبق أن تعاملنا معها في درس التناسب المئوي بتغيير بسيط؟ تذكرتمها؟ تعالوا أذكركم بشيء عندما نقول تناسب تذكرون ماذا عبرت لكم؟ عندما نقول تناسب يعني احفظوها عني تساوي نسبتين لاحظتم؟ تساوي نسبتين أي أن عندي تساوي و لدي كسرين طيب عندما نقول تناسب مئوي فهذا يعني أن هذا التساوي ماذا به؟ لاحظوا معي الطرف الأيسر ماذا تلاحظون؟ نون على مئة هذا هو عبارة عن النسبة المئوية ولذلك كان يسمى التناسب المئوي وهو ما سبق أن أخذته في الصف الأول المتوسط لا تذكرون لا بأس اليوم سنسترجعه وسبق أن أخذنا عدد كبير من التدريبات حوله وبإذن الله لن تواجهوا أي صعوبة فقط انتبهوا معي عندما سبق أخذنا التناسب المئوي كان يقدم لي الجزء على الكل ويساوي نون حيث نون النسبة من مئة اليوم سنتعامل معها بطريقة أخرى تذكرون ذلك الدرس الذي عبرنا فيه عن النسبة المئوية بكسر اعتيادي وما يكافئها من كسور عشرية؟ نعم اليوم كل ما سيكون أنني سأتعامل فقط باعتبار نون هي في صورة كسر عشرية لاحظتم معي؟ إذن نون ستكون النسبة المئوية ولكن في صورة كسر عشر تعالوا معي ماذا نسمي هذين؟ هذه الإشارة ماذا نسميها؟ بماذا تذكركم؟ ماذا كنا نعبر عنها؟ أحسنتم رائع من تذكر اللفظ الضرب التبادل والآن من الرائع الذي يتذكر؟ في درسنا عندما تكلمنا عن الأعداد النسبية ما مقام هذا العدد؟ أحسنتم رائعين إذن الآن أستطيع أن أكتب معادلة ماذا يعني معادلة؟ يعني أن أجعل أو أن أعبر بالضرب التبادلي تعالوا نضرب لاحظوا الجزء ضرب ضرب ماذا؟ ضرب واحد فيكون لدي الجزء منفرد في الطرف الأيمن وماذا عن الطرف الأيسر؟ سيكون يساوينون مضروبة في الكل هذه هي المعادلة المئوية فهل ترونها جديدة؟ لا ليست جديدة إنها عبارة عن درسكم السابق الذي أخذناه في الصف الأول المتوسط ولكن مع تغيير بسيط مع الانتباه إلى أن نون مكتوبة في صورة كسر عشرين سنتعلم اليوم كيف نوجد الجزء إذا أعطاني النسبة المئوية وأعطاني العدد الكلي وأيضا ممكن أن يطلب مني إيجاد النسبة المئوية كيف نوجدها؟ أن يكون أعطاني الجزء وأعطاني الكل وما رأيكم؟ هل نستطيع أن نوجد الكل إذا أعطاني نون وأعطاني الجزء؟ نعم بالفعل أستطيع إيجاد الكل ولكن لن نتناول هذا في هذا اليوم نبدأ على بركة الله ببداية هذه الأهداف كيف نوجد الجزء أكتب معادلة مئوية لاحظتم؟ دائما نعود ونتذكر لا بد من القراءة بتأمل أكتب معادلة مئوية إذن مطلوب مني أن أكتب المعادلة المئوية لحل هذه المسألة ثم يطلب أن أقدر الناتج إلى أقرب عشر إذا لزم الأمر ما قيمة خمسة وثلاثين بالمئة من ثمانية وثمانين ما رأيكم الآن؟ أول خطوة نحدد ماذا أعطاني وماذا يريد لاحظوا ماذا تعبر هذه؟ أحسنتم نسبة مئوية وعندما يقول لي من ثمانية وثمانين إذن الثمانية وثمانين هذه تعبر عن ماذا؟ أحسنتم الكل طيب قبل أن أبدأ بالحل أحتاج أولا في بعض الأحيان إلى أن أطمئن بأن يكون لدي مرجع للحل ما معنى مرجع للحل؟ تذكرون درسنا تقدير النسبة المئوية؟ لماذا أخذناه؟ حتى يكون لدي طريقة للتحقق من معقولية الإجابة تعالوا معي نقدر بداية سنقدر خمسة وثلاثين ها تذكرون؟ بالمئة ماذا تتحول إلى؟ أحسنتم إلى إشارة الكسر على مئة من ثمانية وثمانين هذه قربتها لاحظوا لماذا؟ لأنني الآن أقدر وعندما نقدر فإننا نبحث عن أعداد تسهل العمليات تعالوا نحسب معا خمسة وثلاثين في تسعة خمسة وثلاثين لماذا قلت تسعة؟ هل هناك خطأ؟ عندما ذكرت لكم قبل ذلك عندما نقول خمسة وثلاثين على مئة من تسعين فهذا يعني أنها عملية ضرب فلماذا قلت تسعة؟ لأنني أحتاج إلى إجراء الإختصارات فيكون لدي خمسة وثلاثين ضرب تسعة ثم أقسم على عشرة تعالوا نضرب خمسة تسعة في خمسة كم تساوي؟ خمسة وأربعين لو كتبتها هنا تسعة في خمسة وثلاثين تسعة في خمسة خمسة وأربعين وتسعة في ثلاثة سبعة وعشرين وأربعة واحد وثلاثين لاحظوا هل هذا هو الناتج؟ لا أنتبه إلى القسم على عشرة سيكون الناتج يتحرك الفاصلة منزلة فيكون لدي الناتج واحد وثلاثين ونصف الآن قدرت ما الهدف من هذا التقدير؟ أصبح لدي قيمة أتوقع أن الحل سيكون يدور حولها أكثر قليلاً أو أقل قليلاً تعالوا الآن نعود إلى معادلتنا المئوية حفظتوها؟ تعالوا نحفظها سوياً دائماً في الطرف الأيمن الجزء يساوي نون مضروضة في الكل حيث نون هذه تذكروها أنها عبارة عن النسبة المئوية ولكن في صورة كسر عشري تعالوا الآن نعود هل الجزء موجود؟ لا هذا الجزء هو الذي أبحث عنه إذن هذا الجزء مجهول يظل الجزء مجهول ما رأيكم بنون؟ أكتبها 35 هل يصح ذلك؟ نعم انتبهوا مذكور أنها في صورة كسر عشري إذن 35% ماذا تكون عندما تكون كسر عشري؟ تعالوا نكتبها 35% بالمئة يعني على مئة إذن الفاصلة كم تتحرك؟ منزلة بعدد الأصفار منزلة منزلتان ثم تكون الفاصلة هنا ومضروبة في الكل 88% العملية هنا ضرب ضربتها لكم وانتبه أين يكون موقع الفاصلة؟ أحسنتم بعد منزلتين فيكون الناتج 30 و 8 بالعشرة 30 و 8 من عشرة تعالوا لنعود إلى ما أوجدناه بالبداية لاحظتم؟ ما القيمة التي أوجدناها بالتقريب؟ 31 و 1.5 إذن تساوي تقريبا هذه 31 وهي فعلا قريبة من الناتج الذي توقعناه في البداية هل يلزمكم التقدير في كل سؤال؟ لا ليس بالضرورة حسب احتياجكم وحسب ما يرد في السؤال تعالوا إلى تدريب آخر انتبهوا هنا لدي شيء جديد لاحظوا النسبة 6 و 4 بالمئة من 150 لاحظتم النسبة؟ شكلها غريب صح؟ تعالوا لنجري ما هو مطلوب مطلوب اكتب معادلة مئوية ثم حلها قبل ذلك في مثل هذه الأسئلة نحتاج إلى التقدير بشكل أكثر لماذا أريد أن أطمئن أن الحل يكون بعيدا عن حل أنا أضمنه؟ إذن نقدر 6 و 4 تقريبا 6 من 100 أو 6 على 100 طيب من 150؟ والآن بإجراء الاختصارات كيف نختصر؟ ما رأيكم؟ أحسنتم بالضرب بالاختصار والضرب ومع تحريك الفاصلة فيكون يساوي 9 لماذا؟ لأن 6 في 15 تساوي 90 ولدي صفر العشرة فستتحرك الفاصلة منزل واحدة في كناتج 9 تعالوا الآن إلى المعادلة المئوية نكتب المعادلة المئوية كما هي الجزء دائما في الطرف الأيمان ونون مضروبة في الكل في الطرف الأيسر ما هو المطلوب؟ المطلوب هو الجزء تعالوا الآن نريد نون هل تستطيعون كتابة نون ككسر عشرين؟ بهذا الشكل؟ تبدو صعبة صحيح؟ إذن 6 و 4 كيف نكتبها؟ نعرف أن 6 و 4 تساوي ككسر عشرين 6.25 صحيح؟ طيب كيف تكون بالمئة؟ تعالوا لابد أن أنتبه دائما أحبتي إلى أهمية الفاصلة العشرية ووجودها في مكانها الصحيح فنكتب 6 و 4 هذه 6 و 4 عوضا عن كونها بشكل كسر اعتيادي كتبتها بشكل كسر عشرين نترجم الآن رمز علامة النسبة المئوية ماذا يعني؟ حفظناها قبل ذلك القسمة على مئة أحسنتم والآن ما معنى القسمة على مئة سهلة؟ تتحرك الفاصلة كم منزلة؟ منزلتان هذه واحدة وانتهى العدد ماذا نفعل؟ أحسنتم نضيف صفر فيكون الناتج؟ لاحظوا 625 من عشرة ألاف إذن تكون النسبة بهذه الصورة مضربة فيه الكل وهو 150 الآن نضرب ماذا نضرب؟ نضرب 15 في 625 ثم ماذا؟ ثم أنتبه إلى أولا أنا لدي صفر هذا واحد ولدي كم منزل لابد أن تتحرك الفاصلة من جهة اليمين؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عندما أضربهم أنتبه إلى هذه الملاحظة بالضرب ومع اتدخاذ ما ذكرته من ملاحظة سنجد الناتج تسعة وثلاثمائة وخمسة وسبعين من ألف ماذا تلاحظون؟ هل هي قريبة من العدد الذي ذكرناه من قبل؟ نعم بالفعل إنها قريبة من هذا العدد إذن الآن تعاملنا مع صورتين من النسب المئوية يتقاضى سعيد 7% عمولة على مبيعاته الشهرية لاحظوا الآن هذه 7% وتذكرون ما ذكرته قبل قليل أهمية الانتباه إلى الصيغة للكسر العشري وموقع الفاصلة إذا باع بمبلغ لاحظوا هذا العدد مئة وتسعة وعشرين ألف وتسعمائة ريال في الشهر فكم تكون العمولة التي يتقاضاها؟ الآن لدي اختيارات أريد أن أوجد الناتج لاحظوا معي هناك قيم يستحيل أن تكون هي الإجابة مثل ماذا؟ تعالوا 7% لو قربتها تكون كم؟ 10% و10% عبارة عن ماذا؟ عن واحد من عشرة أي أن يكون هذا العدد إذا العشرة بالمئة من هذا العدد هو هذه القيمة المحاطة باللون الأحمر كم تساوي؟ 12.990 هذه كم؟ هذه عشرة بالمئة إذا هل يمكن أن تكون دال إحدى الخيارات الصحيحة؟ 90 ألف إذا كانت عشرة بالمئة لم تبلغ أو لم تزد على 12 ألف هل ممكن أن تصل 90 ألف؟ إذن هذا الخيار مرفوض هل ممكن أن تقل إلى 909؟ أيضا هذا الاختيار مرفوض بقي لدي الحيرة في هذين الاختيارين تعالوا نحسب لنوجد المطلوب بقانون الذي تعلمنا معادلتنا المئوية الجزء ويساوي لي نون أتوقف هل أكتب سبعة؟ هل يصح أن أكتب سبعة؟ بالطبع لا لماذا؟ لأن كما تعلمنا لابد أن أكتبها بصورة عشرية فماذا تكون؟ أحسنتم سبعة من مئة انتبهتم إلى الصيغة بشكل سليم مضروبة في الكل العدد بأول 29 ألف وتسعمائة وأضرب ولا أنساه بعد الضرب أحرك الفاصلة كم منزلة؟ أحسنتم منزلتان وجدت الناتج ضربتها لكم وحركت الفاصلة فكان الناتج أين هو باء مجيم؟ نعم هو بالفعل باء تسعة آلاف وثلاثة وتسعين فيما سبق تعاملنا عندما يكون المطلوب ماذا؟ الجزء تعالوا إلى الجزء الآخر من درسنا اليوم ما المطلوب؟ عندما يطلب مني النسبة المئوية وما أسهل وما أجمل هذه الأسئلة لماذا؟ لأن تجدين الصيغة مباشرة واضحة فيقول ما النسبة المئوية؟ لا يوجد أي تلبيس في الموضوع واضحة تعالوا نرى في الأسئلة أكتب معادلة مئوية لحلق المسألة ما النسبة المئوية؟ إذن هل تحتارون؟ هل يختلف عليكم؟ هل هناك أي لابس؟ أبداً يطلب منك مباشرة النسبة المئوية إذن مباشرة نعوض إذن النسبة المئوية هي المجهول آه، ولكن السؤال أين الجزء وأين الكل؟ والسؤال الأهم هل دائماً يفترض أن يكون الجزء أكبر من الكل؟ في الحقيقة انتبهوا لماذا؟ لأننا سنلاحظ أن الكل هو عبارة عن صورة الأصل للعدد أما الجزء فهو العدد الذي نريد إيجاد نسبته وليس بالضرورة دائماً أن يكون أقل وستلاحظون ذلك في الواجب انتبهوا لهذه الإضاءة أثناء حلكم الواجب الآن نكمل لاحظوا للعدد إثنى وستون من مئة وستة وثمانون دائماً سنجد أن الكل يقع بعد من لاحظتم؟ تعالوا الآن نعوض إذن الجزء أين هو؟ أحسنتم الجزء أصبح إثنان وستون ونون هي المجهولة وما هو الكل؟ مئة وستة وثمانون الآن نريد نون من الرائع الذي يجيب؟ كيف أوجد نون؟ دائماً ولإيجاد أي متغير نريد هذا المتغير منفرد ماذا نعمل؟ أكس العملية هذه هو مضروب في مئة وستة وثمانين إذن أقسم على مئة وستة وثمانين هل يصح أن أقسم طرف دون الآخر؟ أبداً لا يصح ذلك فأقسم كلا الطرفين على مئة وستة وثمانين فتكون نون تساوي إثنان وستون على مئة وستة وثمانون عندما قسمتها لكم حصلت على هذا الناتج الآن السؤال الآن السؤال الناتج كان لاحظوا ثلاثة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ومستمرة هذا كسر عشري دوري لاحظوا من عشرة آلاف هذا العدد يعبر عن نون وهي النسبة المئوية في أي صورة؟ أحسنتم رائعين في صورة كسر عشري ولكن نحن نريد النسبة المئوية في صورتها التي نعرفها حتى نحصل على تلك الصورة نضرب في مئة وبالضرب في مئة أين تتحرك الفاصلة لليسار أم لليمين؟ لاحظوا الضرب دائما يكبر العدد وحيث أنه يكبر العدد فمن الطبيعي أن تتحرك الفاصلة إلى اليمين فيكون النسبة المئوية للعدد إثنان وستين من مئة وستة وثمانين تساوي تقريبا ثلاثة وثلاثين وثلاثة من عشرة بالمئة لاحظتم؟ تعالوا إلى تدريب آخر يوضح المطلوب من نسبة المئوية إذن واضح جدا أن هذه هي النسبة المئوية المطلوبة وما أين الجزء وأين الكل؟ نعم ستة هي الجزء وسبعمائة وخمسون هي الكل نطبق مباشرة الجزء ستة ونون هي المطلوبة والكل سبعمائة وخمسين أريد نون منفردة من الرائع الذي يجيب؟ كيف أحصل على نون منفردة؟ لاحظوا عملية ضرب إذن أجري عملية قسمة أقسم على سبعمائة وخمسين ولا أنسى كلا الطرفين فتكون نون تساوي ستة على سبعمائة وخمسين احرصوا على تجربة القسمة بالقلم والورقة دائماً وهذا يساوي ثمانية من ألف أه لاحظتم؟ هل هذه هي النسبة المئوية التي أريد؟ لا أنتبه إلى الضرب بمئة فأحصل على لاحظوا عندما أضربت بمئة تحركت الفاصلة واحد اثنان لاحظتم؟ فكانت النتيجة أن النسبة المئوية للعدد ستة من سبعمائة وخمسين تساوي تقريباً ثمانية من عشرة بالمئة بهذا أخذنا اليوم المعادلة المئوية ما هي المعادلة المئوية؟ هي هذه الصورة صورة مكافئة للتناسب المئوي الذي سبق أن أخذنا مراعين أن نون هي النسبة المئوية في صورة كسر عشري تعرفنا على كيف نجد الجزء عندما يقول أوجد ويعطيني نسبة بالمئة من العدد وتعرفنا كذلك عندما يطلب مني النسبة المئوية فيقول ما النسبة المئوية للعدد كذا من العدد كذا يوم غد بإذن الله سنتناول الجزء الثالث ومهم جداً أن أذكركم أحبتي طبعاً هذه صورة مختصرة بإمكانكم أن تعتمدوها أن نون مباشرة تساوي الجزء على وإن كان الأفضل هو الاعتماد على المعادلة الأصل المعادلة المئوية أهم ما تحتاجون من مهارات في هذا الدرس أحبتي هو القدرة على القسمة المطولة ضروري جداً التدرب على القسمة المطولة ولعلنا في يوم غد نجرب معكم أو نحل معكم بعض من التدريبات بالتفصيل هذا واجبنا سنحله يوم غد بإذن الله احرصوا بارك الله فيكم على التدريب والتدريب ثم التدريب باستخدام الورقة والقلم فلا تعلم للرياضيات دون ورقة وقلم أراكم يوم غد في تتمة لهذا الدرس حتى ذلك الوقت أستودعكم الله اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياكم الله طلابنا وطالباتنا في الصف الثاني المتوسط في مادة لغة الخالدة نكمل وإياكم ما توقفنا عنده في الفهم القراءي وصايا لقمان لابنه أو مواعظ لقمان لابنه في صفحة 204 سنعيد قراءة النص مرة أخرى الآيات ونتذكر أداب الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم الخشوع والسكينة الترتيل وتحسين الصوت والتدبر ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة التي توقفنا عندها في الدرس السابق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه عليه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في سورة لقبان الآيات من الآية الثانية عشر إلى الآية التاسعة عشر بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات نكمل ما توقفنا عنده في صفحة مئتين وسبعة وأفكر أضع كل عبارة من العبارات الآية أضع كل عبارة من العبارات الآية أمام التعليل المناسب لها في الجدول يظهر لنا من هذه الآيات أن اللقمان لم يكن نبيا وأن الشرك ظلم عظيم وورد أيضا في الآيات قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس بعد أن جاء في الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعدها قوى واصبر على ما أصابك هنا ورد بعدها ولا تصعر خدك للناس بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نهاية الآية نريد أن نضع هذه العبارات أمام ما يناسبها من التعليل أمام ثلاثة تعليل لألا يفسد الداعي إلى العقيدة بالقدوة ما يصلحه بالكلام لأنه لا يخفى على الله من أعمالهم خافية هذه تابعة للسابقة لأن الله لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة والأخيرة لأن فيه تسوية بين من يستحق العبادة وهو الله عز وجل وبين من لا يستحقها وهو المخلوق الأولى لأن لا يفسد الداعي إلى العقيدة بالقدوة ما يصلحه بالكلام ولأنه لا يخفى على الله من أعمالهم خافية ما المناسب لها من العبارات التي في الأعلى ما رأيكم؟ العبارة المناسبة أحسنتم هي ورد قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس بعد الأمر بالمعروف هنا جاءت مناسبة للسبب الأول وليس السبب الثاني لأن لا يفسد الداعي إلى العقيدة بالقدوة ما يصلحه بالكلام عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتكون متواضعا بشوشا سمحا لكي يتقبل منك الناس أما الأسباب التي تليها لأنه لا يخفى على الله لأن الله لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة والأخيرة ما العبارة المناسبة لهما؟ أو للعبارة الباقية؟ ما هي العبارة المناسبة لها؟ هل هي الشرك ظلم عظيم؟ أو يظهر لنا من هذه الآيات أن الأقمان لم يكن نبيا؟ ما رأيكم؟ يظهر لنا من هذه الآيات أن الأقمان لم يكن نبيا لأن الله لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة رب العالمين لم يمتن عليه بوحي وتعلمون أن النبي الرسول من امتن عليه الله سبحانه وتعالى بإنزال الوحي عليه فلقمان لم يكن من الأنبياء هنا يظهر لنا من هذه الآيات أن لقمان لم يكن نبيا لأن الله لم يمتن عليه بوحي فلقمان لم ينزل عليه الوحي الوحي بقي لنا لأن فيه تسوية بين من يستحق العبادة وهو الله عز وجل وبين من لا يستحقها وهو المخلوق والتعليل الثاني لأنه لا يخفى على الله من أعمالهم خافية أي العبارتين أنسب للشرك ظلم عظيم أي التعليلين أنسب هل هي لأنه لا يخفى على الله من أعمالهم خافية أو لأن فيه تسوية بين من يستحق العبادة وهو الله عز وجل وبين من لا يستحقها وهو المخلوق ما رأيكم أحسنتم الأنسب لها لأن فيه تسوية بين من يستحق العبادة وهو الله عز وجل وبين من لا يستحقها فعندما يشرك الإنسان مع الله إلها آخر فهو يجعله في نفس المرتبة ند لله سبحانه وتعالى وهل هذا مما يستحقه خالقنا ورازقنا أن نتصرف بهذا التصرف بلا شك هو ظلم عظيم هو ظلم عظيم فهو الخالق وهو الرازق فلا نشرك معه إلها آخر وإلا لكان هذا شيء ظلم عظيم ظلم بحيث أنني أشرك معه إله آخر وظلم لي بحيث أني أظلم نفسي عندما أرد نفسي إلى النار يوم القيامة فالظلم يقع في الحالتين ظلم لله سبحانه وتعالى بأنك أشركت معه إلها آخر وأن تظلم نفسك بأن تورد نفسك إلى النار إذن هذه هي العبارات التي وردت والتعاليل التي تناسبها ونعيدها ورد قوله تعالى وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لألا يفسد الداعي إلى العقيدة بالقدوة ما يصلحه بالكلام هو يدعو بالكلام الناس يدعوهم بالكلام الطيب لكنه مظهره غير جيد تصرفاته غير جيدة فأنت تتقبل من الشخص القدوة ولا تتقبل من غير القدوة لذلك لا تصعر خدك للناس في كل الأحوال وبالذات إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يظهر لنا من هذه الآيات أن الأقمان لم يكن نبيا لأن الله لم يمتن عليه بوحي لم يرسل له وحيا ولا بكلام الملائكة الشرك ظلم عظيم لأن فيه تسوية بين من يستحق العبادة وهو الله عز وجل وبين من لا يستحقها وهو المخلوق رقم الثنين إن وصايا لقمان لابنه تجمع بين التوحيد والعبادات البدنية والخلق الاجتماعي أستدل من الآيات على التوحيد أريدكم أن تعودوا إلى الآيات وتبحثوا عن الآية التي تدل على التوحيد بشكل سريع تسترجعون الآيات تقرؤونها قراءة صامتة قراءة جهرية ثم تستخرج دليلاً على التوحيد أحسنتم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فلابد أن تكون موحداً لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا نعبد أحداً سواه فهذا هو التوحيد إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله أن تكون موحداً العبادات البدنية آية تدل على العبادات البدنية وتعلمون أن العبادات منها قولية مثل الاستغفار والتسبيح والتهليل وفيه عبادات أيضاً بالجوارح ما هي العبادات البدنية فيها رياضة أحسنتم وهي الصلاة يا بني أقم أقم الصلاة الصلاة من أكبر العبادات البدنية فيها تحريك لجميع أعضاء البدن فيها تكبير وفيها ركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود ورفع من التشهد الأول كلها حركة فيها وقوف تام هذه الحركات جميعها هي حركات بدنية وتعتبر الصلاة من أكبر العبادات البدنية من أكبر العبادات البدنية وأيضاً فيها ذهاب إلى المسجد ماشي والعودة من المسجد لكن الصلاة بحد الصلاة في ذاتها هي عبادة بدنية بركوعها والرفع منها والسجود والرفع من السجود والجلوس وصفة السجود أيضاً والرفع من التشهد الأول كل هذه حركات بدنية الخلق الاجتماعي آية تدل على الخلق الاجتماعي مثل أحسنتم مثل واقصد في مشيق واغضض من صوتك ولا تمشي في الأرض مرحاً هذه من الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام أمرنا بها الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك لا ترفع صوتك على من تتخاطب معه ولا تمشي في الأرض مرحاً لا تكون متكبراً في جميع أحوالك في المشي في الجلوس في الكلام في النظر هذه من الأخلاق التي علمنا إياها الإسلام أن تكون قاصداً في مشيك لا أن تكون مشيتك مشيت المتكبر صوتك لا يكون مرتفعاً لكي لا تزعج الآخرين وأن تتواضع للناس في جميع تصرفاتك من فوائد المحافظة على أداء الصلاة في صفحة 208 عندما أحافظ على صلاتي ما هي الفوائد التي تعود علي بالنفع منها أنها تفتح أبواب الرزق منها أنها تفتح أبواب الرزق الصلاة تفتح أبواب الرزق ومن الفوائد أيضاً أحسنتم تنهى عن الفحشاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ومن الفوائد أيضاً أريدكم أن تفكروا فهذا التدريب تتذكرون في بدايته أفكر أفكر في جميع الأسئلة التي ستأتي معي أفكر ما هي الفائدة من المحافظة على الصلاة تنهى عن الفحشاء وتفتح أبواب الرزق أيضاً من الفوائد أحسنتم تقرب صاحبها إلى الله تقرب صاحبها إلى الله فالصلاة عندما تكبر تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت أقرب إلى الله بالصلاة أقرب في السجود فهي تقرب صاحبها إلى الله يدعو يدعو الله بما يريد في الدنيا والآخرة فهو يكون أقرب بالصلاة تنهى عن الفحشاء تقرب صاحبها إلى الله تفتح أبواب الرزق هذه أهم الفوائد الإحسان للوالدين يكون بماذا؟ يكون بالقيام بمؤونتهما وتجنب ما يسيء إليهما إن كانوا غير قادرين على أن يحصلوا على مؤونتهما أكون مساعدا لهم في الحصول على المؤونة حتى لو لم يكونوا قادرين لكن هنا تأتي مرتبة الوجوب والاستحباب فعندما لا يكونوا قادرين على القيام بجمع المؤونة تأتي مرتبة الوجوب وإذا كنت أنا قادرا على توفير هذا الشيء يجب علي أن أوفر هذا الشيء لهما وأن أتجنب ما يسيء إليهما بالقول والفعل قد تكون من المساوئ الكلام ولا تقل لهما أف هذا أقل شيء يسيء لهما عدم تلبية احتياجاتهما بالتصرفات قد تكون أي تصرفات فعلية لا يسعنا الكلام إلى قولها لكن أن أقوم بمؤونتهما وأتجنب ما يسيء إليهما وأيضا من الإحسان مثل ماذا باب الإحسان كثيرة منها الإحسان إلى الوالدين القول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل عندما أتكلم معهما أتكلم معهما بالقول اللين الكلام المحبب لهما وكل شخص يعرف ما يحبه والده فتتحدث معهما بالقول اللين الكلام الجميل الذي يحبانه أيضا أن تتصرف التصرفات الجميلة التي يحبها والديك أيضا من الإحسان إلى الوالدين ماذا إكرامهما والتواضع لهما أن تقلمهما بالهدايا بأن تخرج أنت وإياهم إلى أماكن يستئنسون بها الأماكن التي يستئنسون بها وليس الأماكن التي أنت من يستئنس بها وهذا شيء تعرفه من معايشتك لهم زيارتهما وعدم الانقطاع عنهما بعد أن تكون أسره بعد أن تكون أسره لابد لك أن تتواصل مع والديك في كل وقت وكل حين لأن تنقطع عنهما وأن تتواضع لهما إن كنت صاحب مال أو إن كنت صاحب منصب أو حتى إن كنت متعلما تعلما أرفع منهم لابد أن تتواضع لهما وهذا هو الواجب يترتب على شيوع الالتزام بهذه الوصايا في المجتمع المسلم منها تجنب التعالي والتفاخر على الناس لابد أن ألتزم بهذه الوصايا في المجتمع المسلم ومن هذه الوصايا أن أتجنب التعالي والتفاخر على الناس وأيضا في المجتمع مع الناس أيضا الإمام بالله أن أؤمن بالله والخوف منه والتقرب إليه بالطاعات هذه من الأشياء التي توجب الالتزام بهذه الوصايا في المجتمع المسلم أن أؤمن بالله وأن أخافه في كل تصرفاتي وأفعالي سواء العبادات التي بيني وبين الله سبحانه وتعالى أو في تعاملاتي مع الناس أو في تعاملاتي مع والدي لا بد أن أخاف الله في تعاملاتي مع الناس وأن أتقرب إلى الله بالطاعات الطاعات القولية أو الفعلية تجنب التعالي والتفاخر على الناس وثالثا ماذا؟ مثل بر الوالدين وشيوع المحبة والاحترام المتبادل التعامل مع الناس أن يكون تعاملنا على أساس المحبة لا على أساس الحذر والخوف والقلق أن يكون أساس التعامل بين الناس المحبة والصفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنت عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما هو هدفك من هذا الشيء؟ هو الحرص على أخيك المسلم لأنه إن ترك معروفا فهو ترك أجر عظيم وإن فعل منكرا فهو سيحصل على ذنب عظيم وسيلقى جزاؤه يوم القيامة لذلك أنت تحرص على أن لا يصيبه ذنب وأن لا يفوته أجر فأنت تذكره بالله سبحانه وتعالى بتثرة الاستغفار بالإحسان بالتصدق بالمحافظة على الصلاة بالأشياء التي تزيد من ميزان حسناته وتحذره من مما يزيد من كفة سيئاته لكي لا يلقى لا يلقى الله بذنوب عظيمة فأنت تفعل هذا الشيء من باب المحبة لأخيك المسلم إذن في نهاية هذا الدرس أشكر لكم طلابنا وطالباتنا حسن استماعكم ونكمل هذا الدرس في الحصة القادمة بإذن الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ فيروس كورونا الجديد المسمى كوفيد 19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا فيروس ديزيز 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة والطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة في فيروس كورونا الجديد ارتفاع في دررة الحرارة كحة ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 اجوة الحمد لله يرحمك الله استخدم المنديل أثناء الكحة والطاس وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق يعني كذا بالضبط ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس أو إذا كنت تخالط شخص مريض اغسل يديك بالما والصابون 40 ثانية على الأقل والأي استفسار كلم الصحة 937 عش بصحة عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19 أولاً اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد 19 ثانياً تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطيرة لهذه اللقاحات سابعاً تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة يترافق التدخين وتعاطي التابغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصضفية والإكزيمة فالمدخنين هم أكثر عرض للإصابة بالصضفية بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوما على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيرا لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني مدرستي في بيتي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلا يشبهه تماما هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماما فهو لا يزال مختلفا كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماما للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو ال-URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماما في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادة ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال، لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي ترجمة نانسي قنقر مقارنة مع غير المدخنين اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمنة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس على سبيل المثال استخدام أسلوب الفصل المقلوب والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم ومع منصة مدرستي يمكنك أيضا تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة ورطها بالخبرة الجديدة كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم ولا تنسى أن إداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى أبنائنا الطلبة مثل مهارة التعاون التفكير الناقد تحمل المسؤولية مهارات البحث والاستكشاف ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات وأخيرا عزيزي المعلم وعزيزة المعلمة لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين مدرستي منصة إبداعي هناك ارتباط قوي بين تدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى لون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر وذلك حسب منظمة الصحة العالمية اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ اشتركوا في القناة